السلام عليكم تقول الأخت فنون في سؤالها لآخر ما حكم لبس المرأة للتوب الأبيض وما حكم لبس ذوب الزفاف الأبيض هل صحيح أنه فيه تشبه بالنصرانيات المرأة تلبس ما جرت عادة النساء بلبسه في مجتمعها وما كان من ملابس النساء من أي لون كان والرجل يلبس ما جرت عادة الزجال بلبسه في مجتمعه وهو من ملابس الزجال من أي لون كان ما عند الأحمر الخالص فلا يجد الرجل أن يلبس الثوب الأحمر الخالص في الحمر فإن لبس الرجل لبسة المرأة فهو متشبه بالنساء والعكس إن لبست المرأة لبسة الرجال أصابهم فهو متشبهها بالرجال وكل من أمام العون من تشبهها بالنساء ومن تشبهت الرجال فالواجب الحذر من مثل هذه الأمور